السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمة والمقبرة لكل شهداء وعجل الشفاء لكل جرحة وربنا يكفيك كل أسير ونتمنى من الله أنه يرجع كل مبقود سالما إلى أهله اللهم أحب السودان والسودانيين وأنصر قوات الشعب والمصلاة جينا لكم به وديو جديد وديو جد مميز بتكلم عن كذب الناس دامس ردل أو صفحة المرحوم همتي إنه أما الاتصال اللي قال مع رئيس جيزيرو القبر لكي بتعركوكم الناس بيدا تنبغينا وقدموا الماليشيا دائما يعني دائما بتخط أو بتضع مصداقية لخبر موت حميتي بين كل فترة والتانية وأنا تحديتهم من راو تكرام ترون شوفوا دار يقول لكم حاجة حميتي دا في مثل بيقول لك والله لو قلوت دبقرعة ما يقوم حميتي دا يا أخواننا مات الخلام دا والله العظيم أنا مسؤول منه مام الله سبحانه وتعالى ما في زال يقول ليك حميتي دا حي حميتي دا مات وأنا عشان أكد لك حميتي دا ميت نحن مما ظهرت أوديوهاته بعد يوم سبعة عشر اليوم الرحل فيه حميتي للدار الأخرى دا ما شا فيه من يوم سبعة عشر أبريل ظلت هذه المليشة طوالي في حالة بتاع التسجيل أوديوهات بطريقة غير عادية طبعا الأوديو دا يا أخواننا ما انتجوه وطبعا الزكاة الاصطناعي دا يا أخواننا عادي جدا انه تجيب حميتي دا يغني تجيب حميتي دا ارقص يعني الحاجة دي هي ما صعبة جدا فجابوا حميتي برضو في فيديو قالوا ان حميتي دا يا أخواننا الآن آآ وسط غواته طبعا انه الفيديو لما خشينا لجوجل قدانا انه الفيديو دا بتسطاريخ سبعة عشر آآ مارس الفين واحد وشرين في تخريج دبعة في منطقة كرشولة وطوالي لحقو أحزفوا الفيديو برضو الاوديوهات كثيرة جدا ممكن آخر اوديو لحميتي آآ ذكر فيه كلام كثير جدا لما رجعنا لأحد الذين لهم علاقة بتغنية الصوت والتطبيقات الصوت والزكاة الاصطناعي اكد انه آخر تسجيل لحميتي دا مجمع من خمسة وثلاثين مقطع صوتي من خمسة وثلاثين مقطع صوتي الكلام الذكروا البرهان دا كله الكلام الذكروا حميتي دا كله المرحوم دا كلام بالمناسبة حصل في مناسبات عديدة جدا جدا يا اخواننا المنتاج دا حاجة ما صعبة بالنسبة للناس الدرسوا هو الناس الناس الديخبرتهم يعني ممكن عادي جدا انا قلت لكم اجيب لك حميتي دا يغني وجابه سفيان انت شفته فلذلك حميتي يا اخواننا انتهى طيب الفضيحة الكبرى يا اخواننا في مقالمته الزكرة في صفحته والصفحة دي طبعا تدار من العمارات والصفحة دي اخواننا ذكر فيها انه قال اجريته اتصالا عاتفيا برئيس جمهورية جزر الجمل وطبعا احد منوظفي اه اسافة اتصل اه ب اه رئيس جزر الجمر وقال له هل هناك اتصال بينكم وبين حميتي لانه برضو منظمات الاتحاد الافريقي المنظمات الافريقية بتفتش انه اتصل بك بيشنو كده فالرجل نفى انه لم يتصل به حميتي ولكن في الغالي بكون اتصل به ومكتبه عشان كده التغريدة دي الان موجودة في صفحة حميتي قال اجريته اتصالا بكزة وكزة وكزة وهو في الحقيقة ما اجرى اي اتصال ولا في اي مكالمة اه تمت لعبر الزكاة الاصطناعي ولا غيره ولكن الماليشيا ليختار جزر الجمل اختار جزر الجمل نسبة لبعدها من السودان وعدم مراجعتها لكن تناسوا تماما ان حميتي دا حتى الان في يعني رؤساء في افريقيا بيفتشون الزلد يقوليه انه طريقة بتاع التواصل فلذلك احد غادة اسافة اتصل برئيس جمهورية جزر الجمل وقال له هل اتصل بكم الحميتي ونفى رئيس جمهورية جزر الجمل ذلك وده كده معناها انه حميتي في الباي باي انه ما تدير هذه الصفحة او تدار هذه الصفحة من دولة الامارات العربية المتحدة نجي الى الحاجة التانية والمهمة نهاية قوات الدعم السريع ولما نقول يا اخوان نهاية قوات الدعم السريع بنقولها بالارغام يا اخوان هذه القوات في اليوم الاول حينما هجمت القيادة العامة كان بعدد ستمية تاتشر وكان لما هجمت بيت الضيافة بمئتين تاتشر الليلة احنا يا اخوان لم نتكلم عن كمية من هذه يمكن حداشر الف ولا عشر عربية الآن النازل تتجاه راقبين التكاتك والمواتر والقوة دي انتهت وزي ما ذكر المقدم في هذه الماليشة في منطقة الفتحاب يمكن هو متواجد الآن اتصل عليه بعد الواحد من ما عارفه وقال ليه اخي احنا في الفتحاب المربعات هناك من جاءوا قوات جديدة جاءت واستباحت بيوتنا اتخيلوا الرب تاع المقدم قال له شنو قال له ان الغوات الجادة ما بتسمح كلامنا ده الكلام اللي قلناه زمان انه يا اخواننا قوات الدعم السريع دي لو انفرط العقد بتاعه من الصعب جدا حتى لو ظهر حميتي وقال من الغبر الآن مستحيل جدا انه يحاولوا يسمعوا كلامه الآن الناس الجدل يا اخواننا الدعم السريع كهو انتهى نكون واضحين الدعم السريع كهو انتهى او انتهى من بتين انتهى يا اخواننا اول حاجة مما انتهت التلاتة ساعات الاولى اللي هو الجيش بدأ امتصي هالصدمة وكان يا اخواننا المخطط ده كان من المفترض انه يتم في تلاتة ساعات مخطط الاستيلاء على السلطة بواسطة حميتي كان مفترض يتم في تلاتة ساعات ولكن الرجل يمكن فوجئ بانه ظل نوع من الامتصاص الصدمة الاولى يعني الجيش امتص الصدمة الاولى والجيش تعامل مع هذه القوات المتبردة تعامل امكن الطلبين مفعولين يستولوا على السلطة وامكن الكلام ده مشت الاثنين وسبعين ساعة ومشت الخمستاشر يوم وبعد ذلك بدت قوة الاطارة تسحف للخروج من هذا النفق ويمكن لغاية الان هم طبعا محرجين جدا لكن نقول ونأكد ان قوات الدعم السريع التي كانت تمثل العتاد والقوة العسكرية والتي كانت تمثل الزخم على المستوى الاقليمي على المستوى المحلي الان هذه القوات انتهت كل ما هو موجود الان عبارة عن حرامية وعبارة عن قطعين طرق وقلنا الكلام ده يا اخواننا بإزباطات وبرعان يا اخواننا لا يمكن انا لجي الليلة انا كقوة كانت مستند عليها قوة الحرية والتغيير المجلس المركزي للتحول الديمقراطي زي ما قال ياسر عرمان الذي بكى على العقوبات الامريكية في حق عبد الرحيم دقلو قال نأسف جدا للعقوبات الامريكية باختصار كده لانها استهدفت قال احد مناضلي العملية السلمية السياسية في السودان عبد الرحيم دقلو يا اخواننا الذي اوصق قواته بانه عمله ثلاثة حاجات تدمير المؤسسات اللي علاقة بتاريخ السودان دي الوصايا يا اخواننا اللي وضاء عبد الرحيم دقلو التاني نهب البنوك التالت احتلال المواطنين احتلال بيوت المواطنين والكلام ده الان يا اخواننا كلها وصايا من عبد الرحيم دقلو موجود الان يمكن الناس يعني كثير من القادة الميدانيين اللي قبضتهم الاستخبارات العسكرية اعقدوا الخلام ده انه اه يمكن عبد الرحيم اه دقلو هو اللي وصاهم بانه يحتلوا اه بيوت المواطنين ومن ثم ينهبوا البنوك لانه مرتبات ما فيه عشان كده يا اخواننا قلنا انه جريمة عبد الرحيم دقلو جريمة حتكون كبيرة والحمد لله انه سلطان المسالية الان موجود في باريس وربما انه تشهد الايام الغادمة اه اجراءات من محكمة الجناعات الدولية في حق عبد الرحيم دقلو نسبة للجرائم التي ارتكبها الجنجويب في الجنين ارضمته وارض المساليت وصفتها الامم المتحدة وصفتها الولايات المتحدة الامريكية بانها جرائم ترتقي الى جرائم الحرب وهي جرائم تطهير كلام دي اخواننا لا كلام جول تابع للجيش ولا كلام لا الكلام دي اخواننا كلام الولايات المتحدة الامريكية التي تستقي معلوماتها من اجهز استخباراتية بتعريفة هي الناس دي اللي مركزين في العقوبات دي اخواننا لما قلنا انه الدعم السريع دي انتهى ركزوا في العقوبات دي كويسة العقوبات دي شملت عبدالرحيم دقلو ليه ما جابت القائدة العام لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لو دقعت الجريمة كلها طبعا دايما يعني انا سألت الليلة انجيت تتخذ عقوبات زيما هل لما تتخذ عقوبات في حق البشير ما كانت تخذوها في حق نايب ليه طوالي في البشير لانه البشير هو القائد العام هو رئيس الجمهورية وتخذت العقوبات في حق عبدالرحيم دقلو الامريكان على قناعة تامة ويمكن صرح احد موظفي البيت العبيض في الولايات المتحدة الامريكية انه حميته ميت منذ الثاني والعشرون من ابريل الماضي لذلك الامريكان لا يعقبون الموتى ودي اخواننا سنة معروفة انه الامريكان دي لا يعقبون الموتى اه يعني لا يعقبون الموتى فلذلك ما جرى الان من عقوبات امريكية في حق عبدالرحيم دقلو وكل تسجيلات الصوتية السابقة اكد بملادع مجال للشك حاجتين الحاجة الاولى ان حميته ما فيه والحاجة التانية انه القوات دي انتهت والقوات دي انتهت من يعني بداية لو مركزين في الاشاعة بتاع عبدالرحيم دقلو اه اشاعة البرهان انه اتقبط ركزوا معاي بعد ما طلع ابراهيم بقال قال يا اشاوس ما تضرب زخيرة لانه دي شاء اطلق على الفلول البوجه فيه ميدانية منه يا اخواننا بوجه فيه يا اخوان ابراهيم بقال والان عينه طبعا انا انا قاعد اقول له انا داير زولا الان بعد مقتل عثمان عمليات داير زولا الان اطلع لي وقول لي ااخد دعم السريع ده فيه لغايدة الفلان قاعدة الان ارشد اشكري يا اخوان نقول لكم من حديث المقدم العمل في الفتحاب وقال انه القوات دي الان الدعم السريع الجدل يا اخوان ناس بتاعينا الشفشف والحرامية لقد التحية والتغطير الكلام جوي جدا اخوانه نازل ساقين الناس ساقين اهلهم او ساقين جاود البخالة انه بصدق انه لسا قاعد عايش وتالي مجال من محمد حمدان تقولوا بما انه استخدهم بيديروا من امارات فالاقوبات معروفة انه اصبت انه امت بيت وكل شاء الله عبد الرحيم اتمنى انه شاهدات سلطان دار مسارد في محكمة جنات الدولية انه خلاص ينتهي حقوق اسمه دام السريع لان الناس دول كله تدريجيا ترفي يده من دام السريع لانه مشاكل لانه قرار غوبة امريكية اي زل انه علاقة دام السريع وانه معتواصل وانه معتواصل دول كله تقول انه مؤسرين من زمن ذا وانه يده من دام السريع اما انه مؤسرين شديد من زمانه مؤسرين لكنه انه انه حرب جواب بينا على حقيقته فانه نهاية ان شاء الله شكرا شكرا شكرا